صنية الجاج مع البطاطا وصلصة البندورة متسبكة بالفرن ولا اطيب من هيك وصفي سهل وبسيطة ومكوناتها متوفرة بكل مطبخ وبكل بلد وما بتاخد منها وقت بالتحضير للجاج دايب دوب البطاطا بس بدي خبز وتغمسوها فيها قد ما هي طيبة بالصلصة مع التوم والبندورة والنكهات والطعم غير شكل انا دايما بحب اعمل صواني للجاج بالفرن او اي نوع من الصواني بالفرن تكون بصواني الالمنيوم صراحة ما بحبها بالتفال ولا بالجرانيت ولا باي نوع تاني قدمت عجم بصلة خضرة متب البتنجان رز ابيض فيكنت ادموها مع خبست النور للتغميص ولا اطيب من هيك بمقلاية على النار دوابت معلقة طعام سمنة مع شوية زيت نباتي حطيت بصلتين مفرومين مربعات صغار شوحتهم مع رشة ملح لحتى لدبلت شوي عندنا البصلة ضفت عليهم حبت فلفل اخطر حلو حب كبيري مفرومي مربعات صغيرة اساس الفلفل فيها وضفت عليهم معلقة طعام مليانة توم مهروس وقلبتهم كلهم سوا حطيت عليهم علبتين معجون طماطم ومعلقة طعام سكر وبشوحهم معجون الطماطم والسكر على النار شي ثلاث دقائية لا تتسبك عندنا الصلصة حطيت نص معلقة طعام بهارات مشكلة من مجموعة بهارات بهارات امطلال حطيت عليهم من بهارات الفلفل والدقة مع التوم والخل اذا توفرت عنكن هاي دي من مجموعة بهارات بهارات امطلال معلقة صغيرة ونص معلقة بهارات الجاج كمان من مجموعة بهارات بهارات امطلال او اي بهارات الجاج معتمدة عنكن حطينا نص معلق الطعام ومعلق الطعام من دبس الفلايفلي الأحمر الحلو كمان متوفر عندي من مجموعة منتجاتي قلبتهم كلهم سوا على النار حطيت عليهم ضمة كزبرة خضرة من اللبن ليتشوحوا كتير كويس وياخدوا النكه والطعم كتير منيح مع الكزبرة الخضرة والتاتبيلة حطيت عليهم عصير حبتين ليمون عشان تكون الصلصة هيك فيها شوية حموضة أطيب وحطيت عليهم أربع حبات بندورة مقطعين هيك جوانح والبندورة حمراء ومنخليون يتسبكوا على النار شي 3-4 دقايق نص معلق الطعام ملح بعد ما تسبكت البندورة ودبلت شوي حطيت شوي شطة سائلة شطة أبو ديكي كتير طيبة إضافتها اختياري شي معلقتين أكل إضافتها على زاقكن وحطينا آخر شي كبايتين ماء مغلية هيدا للتجاج عندهم قطعيتها هيك قطع الفخاد لقطعتين والصدر لقطعتين مع البطاطا فيكن تعملوها بالتجاجتين بثلاثة قد ما بتكون والبطاطا على زاقكن وزعنا للتجاج والبطاطا بالصنية وهيدا الصلصة عندي تسبكت هلأ طفيت تحتها وهي وسخنة بسكبها على للتجاج والبطاطا زي ما أنتوا شايفين يلي بدها تحمر قطع للتجاج أول شي وتحطن مع البطاطا فيها تحمرهم حطينا هيك راستوهم قطع بالنص مع الصلصة وهلأ بحطن على عين الغاز ما حطيتهم بالفرن خليتهم على الغاز وشعلت النار تحتهم تكون النار عالية وغطيتهم أول عشر دقايق النار عالية بس بلشت تغلي خففت النار تركتهم أول شي نص ساعة على عين الغاز بعدين دخلتهم على الفرن يغطيتهم ورقة ألمنيوم تركتهم يتسبكوا كمان شي نص ساعة وآخر شي تحت الشواية شايفين بس تسبكوا عندي كتير كويس شعلنا الشواية وحمرتهم وقدمناهم مع رز أبيض مفلفل فيكن تحطوهم مع رز بشعيرية برغل بشعيرية زي ما بتكون وهي در رز الأبيض والإججاج ما شاء الله الطعم والنكهة غير شكل هايدي صنية إججاج مع البطاطا متسبكة بتتبيلي كتير طيبة وفيكن تغمسوها أو تقدموها مع الرز شوفوا كيف دايبين دوب والطعم غير شكل وعلينا وعليكم بالعافية